مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي جسم دي الارنب ممكن انها تخفط له الحرارة ما بين جوج درجات حتى الخمزة الدرجات عشنا هي وهي واحد الخلطة معروفة هذي قاعد الناس القدامة كيديروها الاجداد دينا كيديروها وهي البصلة والثومة هاد المكونين راهم يعني جد جد فعال بالنسبة لهذا التربية دي الارنب يعني ممكن انكم تخلطوهم في واحد الخلاط يعني مولينيكس او تقردوهم وترميهم في الماء وتقود تعطيهم من هداك الماء صافراء هداك الماء كافي انه يعني يخفض لهم درجة الحرارة من جوج درجة تحت لخمس درجة كما قلت الطريقة الثانية وهي كيديروها بزاف هنا في هاد المدينة ما عرشوش كيديروها في مدن اخرى ولكن هاد المدينة يعني دارين هالناس وصادقة وهي اسبرو يعني اسبرو ممكن انكم تديروه في حبة ممكن ترميوها في واحد نستيطروا وتعطيهم يشربوا منه تعطيهم زيان باش اسبرو ما يبقاش في الماء ممكن ان تعطيهم شي شوية بتالي اشي يومني بغوا يشربو يعني وتديرو لهم تكونوا محايدين لهم الماء تعطيهم زيان وتشدو دك اسبرو اسبرو عادي كينة ديال اللي كيشربوها على حسب الحرارة وهي كتكون خمسمائة كيقولها اسبرو ديال الخمسمائة دي كنشيروها من الحانوت ممكن تف يعني دلوغري عادي يعني مواد غذائية ممكن تبيع اسبرو هاد الاسبرو كتديرو لهم مع الماء نسترو يعني حبة في نسترو وكتعطشوهم زيان حتى كيعطشو باش يشربو من هاداك الماء وتهوى جد جد فاعل طرق الاخرى وهي ممكن انكم في الوقيتة ديال دلوة ديال الشمش وهي انكم تديرو لهم واحد الحمام طبيعي يعني واحد البانيو وتغتصوهم في هاداك البانيو انهم كيسترجعوا الحيوية ديالهم من هاداك الحمام يعني ميكونش بارد بززاف يعني يكون الماء ملدن عادي عادي من روبيني وتخشيهم غير ما تخيصوش همش الودنين ديالهم من الراس ديالهم تغتصوه في الماء تقوم بوحد بحض الحمام نقوله حمام وتحطو مين غادي يبده هو يستقطر ويبده ينفض هاداك الماء ديالو صافي غيشويا كيكون الشعر ديالو راسق على الحم ومن بعد صافي كيولي يمزي طريقة من الطرق طريقة الثالثة ممكن انكم ديروا واحد زليج وكتبيته في الماء كيشرب مزيان وكتحطوه لهم يعني في الكارج الناس اللي عندهم الكارج ممكن انكم ديروا الكارج يعني تحطو لهم هاداك الجليجات وتخليهم يعني الجسد ديالوهم يلامس هادوك الجليجات ماشي جيه الملسة وانما جيهة اللي كتكون حرشة يعني كتكون دير البورسولان يعني كتكون منطينية هكديروها لهم ناس اللي عندهم تربية ارضية كذلك نفس الشعن نفس الشيء يعني غاد تحطوه تلك الجليجات في البلاصة اللي كيكونوا فيها هما وهما غاد يبقوا تكاو يعني تتبردوا لان الجليج يلبات في الماء يلي تبيته في الماء كيشرب هاداك الماء وما كيحييرش منه كيبقى ديما الارنب مستلقي على تلك الجليجة وما كيحش بالحرارة كيبقى ديما مبرد طريقة اخرى وهي ممكن انكم تستعملوا الماء عادي د Age دهك الرشاش اللي كيستعملوا الحلق تشريه واحدة وتبقوا ترشوع ليهم مرة مرة في الدك الرشاش كي تشوفوهم مزيرين ونقفت في الدك الرشاش كيوقع أن دهك في بخ واحد الماء أرقيق وهذاك الماء أرقيق هما يستنشقوه كي يحسوا بالبرودة يتبردو الناس اللي عندهم يعني المكان مغلق يعني حدا بانايا عندي هنا يارا ديرهم غيفة في الصح عندهم كيما كتشوفوه المكان مفتوح الناس اللي عندهم مكان مغلق ممكن يديروه واحد الفرفارة فرفارة عادية ولكن انها مشيت تضرب مباشرة مع الارنب باش ما يتصارش بالزكام ولا يجيه ذاك الرشح يحاولوا انكم ترفعوا ذاك الفرفارة الفوق ويكون واحد التيار هوائي يعني واحد كولون داع يعني تكون الفرفارة كتمص من جيت الباب وكترملي جيت الشرجم يعني ما يكونش واحد احنا نقولو طيارات هوائية مباشرة مع الارنب لا غيكون واحد يعني الهواء كيتبدل فوسط الحجرة اللي هما فيها وكذلك يعني هذيك المسألة هذي كيتبدل الهواء ديال الغاز ديال الأمونيا هادل الغاز الغاز تكون من يممكن يتجمع هادك الفضلات كتجمع بزال ووووووووووووووووووووووووووولففزاق ديالهم اعزقهم الله كيفوووووول يا عندهم واحد هذه الرائحة راك تخنقهم تهما ممكن أنهم يتأثروا مع الحرارة مع هذه الرائحة ممكن أنهم يتآدوا إذن الفرفرة تكون يمشي كتبرد وإنما كتحيد هذا الهواء اللي ممكن أنهم يخنقهم من الرائحة هذه الفضلات لأن الرائحة هذه الفضلات في الجو البارد ما كتلقش الريحة ولكن في الجو الساخن بحالي كتتخمر وكتطلقوا واحد الرائحة كارية إذن هدوهما طرق عموما أنكم تديروهم كين عاوتني قاعدة أخرى في البلاد دينا دينينا وهي كاشة كاشة عادية يعني تسردها بالماء وتحطها لهم فوق الكاش يعني باش باش هدك البرودة دي الماء اللي درسوه في الكاشة تاوا يبرد عليهم شي شوية بتاها هذه الطريقة من الطرق لأن الحلقة دينا إياها دي كنشكركم على التعليق طيبة دي لكم آآ الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركو شاركو معنا قناة غادي بالدعم دي لكم تكيو لزير الجام ما تنسونا تبديل جام وتكيو لزير الجرس كي يصلكم الجديد دي لي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة